هلو شباب كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وعروض جديدة شباب قبل ما نبلاش هذا المقطع خلينا نوصل الى 100 لايك بعرفكم منكم انتو قدها طبعا نراه بالجميع معوقع التواصل الاجتماعي تحك بالوصف اللي مش مشترك بالقناة يشترك مش ضايل اشعة 9000 اخو اخت خلينا برك الليل لوصلنا وعلى 10000 فيه مفاجآت كتيره اوكي شباب طبعا اليوم نزل عدة عروض نزل تقريبا من 3 الى 4 عروض على دولة سنغفور اشي منها دولة مراد العروض فيه صناديق اشياء بتطلع لك منها مثك فيه شعبيات فيه زكدن المومياء فراح نمرجيكم اشياء كتير هلو عروض ولكن لازم نتحول دولتك على سنغفور لو اجينا على الاعدادات ونزلنا على اخر اشي مثل ما شايفين البلد المنطقة حاليا سنغفورة لازم بلد تاعتك او منطقتك تكون سنغفورة ما بعرف اذا متوفر على كمان دول للي نازل عندهم مثلا العرض هو مش سنغفورة يكتب للتعليقات عشان كل دولة جديدة تنزل اثبت تعليقه عشان يتفيدوا غيركم يتفيدوا الناس اوكي طبعا بداية لو رحنا على الافنس عندكم هون عدة مثل ما شايفين عندكم هون عدة مهمات عندكم هادا اللي هو الحدث الاول طبعا 26 عشرة لتنين 11 يعني هادا الحدث نازل اليوم لان اليوم تاريخ 26 عشرة شو هادا الحدث يا مراد عندكم هون اول شي بقول لكم اكمل مباراة في الوضع الكلاسيك بتاخد هاي المفرقعات هاي اللي هي الالعاب النورية اللي هي شعبية وعندك اللي تحتيها complete one match in arena تلعب game في خريطة رونغل اعلى ما اعتقد هيك برضو ايش بتاخد عشر نقاط RB ولي تحتيها اوصل 100 بالRB كنه المفروض انك لا بعرفش المهم انه توصل 100 كنه بالRB بتاخد هاي الكعك هاي الكعك مثل ما شايفين عبارة عن شعبية ولي تحتيها ايه match in classic mode اتوقع انه دك تضلك عايش اللي هاي عفوا 100 دقيقة تضلك عايش بالكلاسيك ولتحتيها 300 دقيقة بتحصل على هاي عشر نقاط اللي هي تاعة الRB فعندكم عشرين نقطة عندكم كعك وعندكم هاي المفرقعات هذا فقط عبارة عن حدث واحد لسه فيه كمان احداث راح اورسيكم يهم حاليا طبعا هذا الحدث برضو اليوم نزل اشرح لكم يا اشتريح سريع هذا اعتقد انه عند كل الناس نازل بولا اكون عندك تعمل عدة مهمات تكمل واحد مباراة تكمل ثلاث مباريات تستعدي 500 من الضرر إلحق مجموعة 500 من الضرر استعيد 50 من الصحة ابقوا على قيد الحياة 45 دقيقة بتحصل على هدول الفوانيس ومن خلال هدول الفوانيس بتروح حون تقدر انك تستبدل مثلا بقصائم كلاسيك هي مثل ما شايفين خمس قصائم بوزبط تاخد عشر تاعون امداد بوزبط تاخد هاي لبسة لها المؤقتة خمس تيام بالاضافة للراس تاعها خمس تيام مدة الحدث من اليوم الى تسعة احداش الحدث اللي بعده يا شباب هي اكسورت شارع حدثين الحدث البعده اللي هو هاد مثل ما شايفين عن اليسار تحت من 26 عشرة يعني برضه اليوم نازل اليوم كتير احداث نزلت عندكم هون اول اشي بولك اكمل مباراة عدوى واحدة تكنزل تلعب في خريطة العدوى اللي هي الزومبي باك تكمل مباراة واحدة تتاخد هاي القصيمة ثلاث مباراة تتاخد هدول الثلاثة سلفر ودهون بولك تحرك لمسافة تصل الى 1500 متر في الوضع اللي كلاسيكي انزل امسك سيارة وامشي تقدر تحرك تاخد هاي اللي هي بطاقة الاربي وهون بولك تحرك مجموعة 3000 متر في الوضع اللي كلاسيكي بتاخد هاد البرشط اللي هو عبارة فقط عن يوم واحد هيك صورة شارع ثلاث احداث ولسه فيها على معتقد كمان حدثين عندكم هاد الحدث برضه من 26 عشر اللي هو اليوم لتسعة احداش ايش هاد الحدث يا مراد هذا اللي بيخليك تحصر على لبسة المومياء اللي هي شبيهة بالمومياء هون بولا قول اشتجل الدخول مجموعة يوم واحد يعني سجل الدخول يومين بتاخد هاي القسيمة سجل الدخول 3 ايام بتاخد هدول 50 اي جي سجل الدخول 4 ايام بتاخد هاد الغيطة بتاع الممرضة 5 ايام بتاخد هاد القنوع اللي هو المومياء و 6 ايام بتاخد لبسة المومياء لمدة 7 ايام يعني اسبوع وسجل 7 ايام بتاخد هاي الشنطة لمدة 10 ايام يعني فقط هي شغلة عبارة عن ادخل ويعمل جمعه خلصة روحة فقط هيك صرت شارح اربع احداث الحدث الخامس يا شباب متل ما شايفين هذا الحدث كتير كتير سهل لمدة يومين هون بقول لك انه يعني كيف اقولكم خلص انها هاي عند الكل مكتملة هاي مطلوب منك شغلة يعني جاهزة هي عالميا جاهزة فالكل بجمعها عندكم هون متل ما شايفين الصندوق الاول اللي هو صندوق مخصص ايش هاد الصندوق يا مراد متل ما شايفين قدامكم فيه بقلبه اشياء رهيبة احلى من الصندوق اللي كلاسيكي فيه بقلبه تقريبا يعني بحدود الخمس الى ست لبس مثيك بالاضافة الى روسهم فيه اسكنات اربع اسكنات اسلحة انفورو ايك ام فيه شنتة فيه خوذة فيه لبس لبسة هاي اللي هي تاعة الحديد تاعة القصدير فيه لون جب فيه اسكنات اسلحة فيه خوذة البرتقالية متل ما شايفين فيه قصائم فيه كل اشي يعني هذا الصندوق فقط تعمله جميعوا بتاخده وهون برضو نفس الاشي واللي هو عبارة عن صندوقهم يعني ثلاث صناديق روح نفتحهم معكم وعندكم هون واللي هو هاد البرشوت الدائمي فخلينا يا مراد نعملهم جميع امامكم متل ما شايفين يا شباب حاليا اخذنا صندوقات اللي هنا المثك واخذنا هاي البرشوت اللي هو مجاني دائمي متل ما شايفين فقط بكبسة زر واللي هي كبسة الجميع فقط عندكم طبعا ولو هاد الحدث برضو بخليك تحصل على لبسة وهيك من 26 10 الى 2 11 عن تقريبا 5 او 6 ايام هون بقول لك complete 1 match اكمل مهمة اللي تحتيها اكمل 5 مهمات على معتقد هيك اللي تحتيها 10 مهمات بتاخد صندوق كلاسيكي اللي تحتيها 15 مهمة بتاخد هاي الخوذة واللي تحتيها 20 مهمة بتاخد هاي اللبسة فمتل ما شايفين يعني لبسة مع خوذتها تعتبر دائمية فيعني الاحداث اللي نزلت اليوم يا شباب هي عبارة عن احداث فقط اسطورية يعني متل ما شايفين كل ياته سجل دخول انزل لي العب بالوضع الكلاسيكي مع اصدقائك وهيك فانه يعني يعتبر الصراحة احداث نارية تعتبر احداث نارية وبما بنصح اي واحد يفوت هاي الاحداث اللي موجودة عنده يعملها كل ياتها طبعا حاليا اخذتنا احنا ثلاث صندوق مثل صح فالمفروض انه ايش نيجي نفتحهم هدول صندوق قديمة طبعا انا بهمني انها هدول صندوق المثل نفتح الاول ونحكي بسم الله اوليه يا شباب اوليه اوليه خوذة اليقطين السعيد متل ما شايفين ياريت هاد الاشي موجودة على حسابه الرئيسي كان نجوز صلعت مثك تخيله هون يطلع مثك نحكي بسم الله ونفتح التاني بحظ المتابعين يا رب مثك نتقسيمتين كلاسيك بس المهم انه ايش اخذنا ايش دائمي نفتح اخر صندوق يا ربك ايش مرتب مثك عملي اوليه غرافيت المطلوب ولكن ايش اخذنا عبارة عن خوذة مثك وهو مثل ما شايفين هذا هو البرشوت هذا هو البرشوت الدائم اللي احنا اخذناه يعني اللي اخذناه فقط في تسجيل الدخول وين الخوذة يا شباب هي هاي الخوذة مثل ما شايفين الصراحة يعني بتعتبر خوذة اسطورية والحدث هو بشكل عام يعتبر حدث اسطوري ما بنصح اي حدا يفوته يعني شعبيات مجانا نقاط اربي مجانا كل اشي مجانا فليموجود عندهم ايش يا مراض رسميا اللي موجود عندهم هذا الحدث يستغلوا كيف يعني تستغل يعني ما تضيعوا على حالك لانو بتل ما شايفين هون في قصائم اربي في مش عارف ايش فخلينا بس نلتقطهم صور معكم وبس يا شباب هيك يعني ما يقوم وصلنا الى نهاية حلقة اليوم نهاية حدث اليوم ان شاء الله رب يكون عجبكم طبعا اليوم ما نزلت متل ما تقولوا العاب محاكي بكرة ان شاء الله في العاب محاكي اليوم حبيت ان نأزلكم هدول الاحداث يعني فقط وبس عشان ما اطول عليكم اكتر يعني كم نقدر هذا المقطع نوصل هذا الوايكات خلينا نوصل الى 100 لايك وبس يا احلى شباب بالعالم ما ابدو اطول عليكم اكتر ان هيك بحب احكيكم هلأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة